بكرهكو كلكو بكرهكو كلكو شوفوا مين بيحبكو بكرهكو كلكو الفنان مروان يونس أهلاً بك معنا أهلاً مرسي جداً على الاستضافة الجميلة ليه الناس في مصر بتستهتر بالإنفلوانسرز أو ما يسمى بمؤثرين السوشيال ميديا ومش بيعتبروها شغلانة؟ عشان كترو وفي كتير منه ما بيقدموش حاجة فعلاً بيريفيوه أي حاجة وبيبقى خلاص وعلى حسب هو أبط كام أو مين اللي هيدفعله فلوس فبيطلع يقول إن الحاجة دي حلوة فالناس بيستهتر بيهم لأنه بقاش ليهم مصداقية من كتر ما هم كتره وبقى معروف عن الشغلانة دي إنها بتجيب فلوس لا بتجيبش فلوس إلا يعني إذا انت شاطر قوي يعني ففيه ناس باقي بتستسهل يقولك اشتغل ليه لما ممكن اجيب لي شوية فولوورز وعمل فلوس من الموضوع ده فعشان كده الناس بيستهتر بيه فيه وجهة نظر بتقول إن الإنفلونسر في مصر ممكن يعمل أي حاجة عشان الريتش حتى لو هيستخدم حياته الشخصية أو أهله أو أي حاجة من الحاجات دي أنا شفت مرة واحدة طالع على لايف وجزء رجله مقطوعه ومقعده على الحيطة كده عمال ابتدعي ومستنيه الناس تبعت هدايا فاتبعت له ندارة ثاج لايف في النص وكان موضوع شكله يعني صعب جدا يعني فيه ناس بتعملها بطريقة ديسنت ولطيفة وتمام وممكن اتفرج عليها زي ريالتي شوز اللي بنتفرج عليها بره وفيه ناس تانية بصراحة لا الموضوع بيقلب جدا وبحس إن لا جمان انتم كده عديته خطوط كتير جدا مروان يونس اللي بيسخر من كل حاجة فاكر نفسه أصل يا واحد في كل حاجة لا خالص بحاكس والله ده أنا أصلا عندي عدم ثقة في نفسي جامد جدا في بعض الحاجات وعادي وأنا أصلا كنت بتعرض للتنمر وأنا صغير غالبا ده اللي طلعني ساخر يعني كنت بستخدم الكوميديا كانوا من أنواع الدفاع عن النفس وفاشن وتمثيل ومزيكة انت مين فيهم يا مروان وتموحك الأصلي إيه؟ أحب إن لو اخترت حاجة واحدة من حاجات دي تبقى ممثل في وجهة نظر بتقول إن المنتجين بقوا بيجيبوا انفلوانسر دلوقتي في المسلسلات أو الأفلام عشان عندهم قاعدة جمهورية جاهزة مش عشان موهبتهم أنا شايف إنها صحة وغلق إنك تيب حد قريدي عنده قاعدة جمهورية دي حركة زكية بصراحة يعني أنا شايف إن ده ممكن يبقى فيه زكاء بس لازم الشخص اللي هتجيبه ده يبقى مهوب بجد فيه منتجين مش عارفين فرق على فكرة يعني فيه منتجين يعني ممكن بقاش بتفرج عليك أصلاً بس هو شايف الفولورز كتير فيقولك ما تيجيهم تجربوا ويمكن يطلع كويس أعتقد بيبان بقى إيه؟ يعني الفايصل هو الاستمرارية ممكن تجيب حد مرة يطلع بيخيش فما يمثلش تاني وممكن تجيب واحد فيطلب تاني وتالت ورابع عشان طلع ممثل كويس وأعتقد هو ده بيتعلمه كده يعني لو قيمت نفسك كممثل تدي نفسك كم من عشرة سبعة من عشرة أنا بشوف أنا شاطر في حاجات بس شايف إن ناقصني لسه حاجات يعني لازم أتعلمها كويس وتبقى راسخة كده جوة يعني وده خبرة فده يوصلني ممكن لسبعين في المية عادي بس بس ما قدرش أقول إن أنا أكتر من كده أكتر حاجتين بتحبون في مراتك إنها طيبة جدا وإنها خفيفة بني قدمة خفيفة يعني مش بتاعت مشاكل مش بتاعت نكد مش بتاعت أسئلة كتير مضحية قوي يعني أنا أقولت تلات حاجات بس أكتر حاجتين مراتك ما بتحبهمش فيك ما بتحبش أنا أنا بنام كتير جدا ما بتحبش فيه ده خالص ما بتحبش فيه إن أنا مش اجتماعي قوي زي ما مفروض أبقى أحمد عز ولا كريم عبد العزيز إيه وقت لأحمد عز وقف وراي سمعنا حاجة يا مرور بصوا نعملت قناية بس هي لايقة قوي على الأجواء دلوقتي هي قناة بكرهكو كلكو خلونا نبدأ من البداية أصلي نفسح كلكو حكاية وبكل حب حقولها عشان بكرهكو كلكو إحساس جميل وكبر جوايا كبر ودلدأ من الكبايا بس عادي ما فرقش عشان بكرهكو كلكو بكرهكو كلكو بكرهكو كلكو شوفوا مين بيحبكو بكرهكو كلكو هقول لك خمس أسماء تعلق عليهم بجملة واحدة سريعة أحمد حلمي أحمد مكي علامة في عالم الكوميديا محمد هنيدي أكرم حسني أحمد أمين الطموح والنجاح كما ينبغي أن يكون الفنان مروان يونس بشكرك جدا شكرا 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 إيه ده 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 سريعة و جميلة اشتركوا في القناة